توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وفي هذا الإطار تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 456 قضية تموينية بمضبطات بلغة 111 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 40 طن كما تم ضبط أكثر من 71 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 171 قضية خبز ناقص للوزن و97 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم ضبط 38 قضية بمضبطات بلغت قرابة 331 طن ترجمة نانسي قنقر